تحياتي وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد بيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكتر تنوع من حيث أشكال وأفكار المحتوى فيديو اليوم ترددت أعمل وما أعمل وأنا غير ردت فيه مبارح كنزلت غريدة على تويتر وحتى على انستغرام وتكلمت عن معركة ممكن نسميها الحرب الكروية العالمية الجديدة اللي عم بتصير ما بين باريس سان جيرمان بقيادة ناصر لخليفي من جهة وريال مدريد بقيادة فرونتينو باريز أو لابورتا بقود برشلونا من جهة صراع واضح عم بتكون تصريحات هون وهون لخليفي بكل بساطة وصف الأفكار اللي بتتعلق بالسوبر الأوروبي بالخيالية بالخرافية بأنه مجرد صراخ عم بيجي من ثلاث أندية ريال مدريد يوفينتوس وأيضا برشلونا في الرد كان واضح من لابورتا إنه هذا النادي بيخالف قوانين لعب المال النظيف هذا النادي بيلقى معاملة خاصة من الاتحاد الأوروبي لكورت القدم فيه معركة عم بتتكون فيه تسريبات صحفية اللي بشوفها وبقرأها بحس فيها نوع من الاستفزاز المباشر لسان جيرمان بإدخال رئيس البلاد هناك أيضا الأمير تميم وبالتالي فيه صراع فيه رغبة بتوتر الأوج ضاع فيه رغبة بتوتير الأجواء ما بين الطرفين شو وجد نظري بهذه الحرب كل طرف عنده نقطة قوة ونقطة ضعف سان جيرمان قوته الأساسية لفلوس الآن قوته المالية كبيرة هو وضعه المالي مستقر مدعوم بشكل كويس بنفس الوقت بيملك تشكيل ممتاز السوبر في كل خط من الخطوط عنده لاعبين ممتازين واحتياط ممتاز أيضا وفوق ذلك عنده علاقات ذهبية مع الاتحاد الأوروبي لكورت القدم اللي مش حينسى لسان جيرمان موقفه بيعرفض أنه يدخل دور السوبر الأوروبي كان فيه شعور دائما أنه لو كان سان جيرمان وبايرل ضمن الأندير اللي أعلنت دور السوبر كان صعب يلتري كانت خلص كرت القدم كلها تجمعت في بطولة لكن عدم موجود هذول الاثنين خلق مكان ثغرة يبدأ منه الاتحاد الأوروبي لكورت القدم هجمته المرتد اللي أنهت دور السوبر وبالتالي فيه امتنان من الاتحاد الأوروبي فيه شبكة علاقات مع الاتحاد الأوروبي لكورت القدم هذه الشبكة لو نجحت بحلم ناصر الخليفة وتحقيقه واللي هو تخفيف قوانين النعب المال النظيف حتكون نقطة قوة رهيبة بصراع سان جيرمان مع ريال مادريد وبرشلونة لما تنفتح الحسابات وصير كل واحد بيقدر يصرف ريال مادريد وبرشلونة ما بيقدر يخالفه كثير لأنه ما في مالك لهذا النادي ملكية عامة وبالتالي اللي بدي يجي ويستثمر بهذا النادي ويدير هذا النادي الفلوس اللي يجي عليها بخسارة بدي يطلع فيها زي ما بنعرف قانون ريال مادريد وبرشلونة كان عندي مملوكة عامة مش عخاطرك تخسر النادي وتدخله بمليونة مصيبة بدون موافقة هيئات عمومية في المقابل سان جيرمان حيكون مرتاح الفلوس عم تيجي وعم تنصرف فحيكون سان جيرمان بموقف قوة كبير جدا لكن زي ما بنحكي لو قانون العمال نظيف هذا لكن سان جيرمان عنده أيضا نقطتين ضعف في مواجهة ريال مادريد وبرشلونة نقطة ضعف الأولى قوة سان جيرمان الجاذبة حاليا هي فقط الأموال حتى ليونيل مصي ما رح يكون قوة جاذبة لأنه سنتين وطالع ما حدا حيجي يلعب معك السنة الجاي عشان سنة ويربط حاله معك بعقد خمس سنين فهي فقط الأموال لأنه الدور الأب فرنسي مش جاذب ودائما بنسمع بتصريحات لخليفة أنه هو بده يصنع دور فرنسي قوي لأنه بيعرف حتى الآن عنده مشكلة كبرى أنه عشان يقنع أي لاعب ييجي لازم يدفع له راتب أفضل من المنافسين في حين لو كان الدور الفرنسي قوي ومثير بقوة الإسباني الإنجليزي كان سيكون وضع كثير أسهل عليهم وهذه نقطة بيعرفوها سان جيرمان نقطة ضعفهم كبيرة جدا وبالتالي دائما طول ما ريال مدريد وبرشلونة بوضع مالي سيء هو قادر يواجههم بهذه المواجهة لما يصيروا بوضع مالي جيد حيكون بعاني لأنه نقطة قوةه الأساسية حتتقلص أما الشيء الثاني اللي بيخوف على سان جيرمان في هذه الحرب اللي عم بتصير هي نقطة قوة لريال مدريد وبرشلونة الإعلام الفرنسي الرياضي بشكل عام محايد مش مهنحاز مش مدار من شخص معين الإعلام المدريدي والكتالوني ظهر تماما منذ مشكلة السوبر ليج وما بعد كورونا إنه أصبح يتحكم فيه من أشخاص التسريبات زي ما بدك بين هذي برشلونة والأخبار اللي بتطلع لريال مدريد وفرونتينو بيريز بتطلع منه فرونتينو بيريز لا واحد بعمل برنامج الشرينجيتو ولا واحد ع تويتر ولا واحد هون وهون ففيه هجمة إعلامية مدريدية برشلونية منظمة ضد سان جيرمان هذا الشيء حيزعج سان جيرمان حيشتت سان جيرمان وما حيكون عنده سلاح للرد إعلاميا زي ما هم عم بيعملوا فيه فهو خسران هذه المعركة خصوصا أنه صحيفة ماركة صحيفة آس موند بورتيموس بورد كلها عندها نسخ بلغات مختلفة حول العالم فالخبر اللي بيعملوه بينشر بسرعة وبسرعة كبيرة جدا شوفوا مثال بسيط إتشافي سيمونس لاعب برشلونة اللي راح عسان جيرمان هذا اللاعب اطورت قبل يومين بمشكلة زي ما بنعرف في مسألة قواعد الحضر تعتب كورونا وما دون ذلك بالفنق الخبر تدخل على الصحفة الفرنسية تلقى صغير ادخل على الصحفة الإسبانية الأربعة آس ماركة موند بورتيموس بورد خبر مهم جدا وكأنه اللاعب اللي محروم لاعب أساسي لكن هو اللي اللاعب بسان جيرمان فيه نوع من التركيز على السلبيات اللي بتصير بسان جيرمان فبدو يتعايش مع ذلك شئ مشتت شئ موتر نقطة قوة ريال مدريد وبرشلونة المشتركة في مواجهة بوريس سان جيرمان الشعبية العالمية المعروفة الأرث الكبيرة اللي بميلكون ناديين الجميع بيحب يلعب مع ريال مدريد والجميع بيحب يلعب مع برشلونة الجميع بيحب يكون بالليقة فعندهم نقاط قوة يوقفوا فيها مش أندي ضعيفة مش أندي بسهولة حتقدر تزعجها بسوق الانتقالات فيه لاعبين حتيجي تقولهم خد عشرة مليون حيقولك لا بدي سبعة من برشلونة لأنه أنا لم ألعب مع برشلونة بحقق حلمي وثانيا شهرتي أكبر هذي الشهر الأكبر بتجيب لي الفارق المادي اللي بنحكي عنه على شكل إعلانات وحقوق صور وما دون ذلك لكن أيضا هم الاثنين عندهم نقطة ضعف مهمة لابورتا نادي مديون وضعه المالي سيء جدا ما بيقدر يدخل بصراعات مالية كبيرة جدا ما بيقدر يهدد ماليا جدا وضعه المادي ما بيحتاج أي مغامرات أو أي محاولات انتقامية هذا الشيء بيخليه دايما هادي متدرج لأنه هو بنفس الوقت اللي بيعادي فيه سان جيرمان بنفس الوقت اللي خايفين من ريال مدريد يعني هذول محالفاء مؤقتين زي أمريكا والاتحاد السوفيتي بالحرب العالمية الثانية بعد ما يخلصوا حيرجعوا يضربوا ببعض فهذا حلف مؤقت أنا ما بيدي ريال مدريد يبعد عني كثير بالمستوى وأنا قاعد بحارب بسان جيرمان لازم أظن مركز أيضا بعدوي الداخلي في المقابل ريال مدريد عنده مشكلة تتعلق فلورنتينو باريز ريال مدريد وضعه المالي فلورنتينو بدأت قدر يديره بشكل ناجح أثناء كورونا تشكيلت الفريق بمعظم الخطوط فيها لاعبين بيخدموا 4-5 سنين أيضا شيء ممتاز جدا لهذا الفريق لكن في مشكلة تتعلق بالأنا بالنظر على فلورنتينو باريز خسر معركة الأولى تاعد دور السوبر الأوروبي بعد ما طلع بخطاب إذاعي شهير وكألمه امتصر ولكن ثاني يوم كانت نهاية دور السوبر الأوروبي والسحاب الجميع ورجع قال لك لا ما حدش انسحب والبنين بقولوا لا والله انسحبنا هذا الموضوع برجع لك إنه إحنا ما انسحبنا هذه ضربة الأولى اللي تلقاها الضربة الثانية ضربة إنبابي والإشعار وتك تاك وتك تاك من هون وهون وخلى الصحفيين تعونوا ينشروا فكرة إنه إنبابي جاي عريال مدريد وبالنهاية صمد سان جيرمان أمام الحملة وصمد أمام الفلوس وما باعه هذه الضربة الثانية اللي كانت إعلاميا وكان قبلها في ضربة زين الدين زيدان ورسالته اللي شكك فيها بإيمان الإدارة في مشروعه الرياضي أو حتى إنهم يديروا الفريق بشكل ممتاز للضربات إعلامية الآن تدخل حرب مع سان جيرمان إنه تلقيت ضربة كبيرة أخرى النظرة إليك حتخف من جمهورك أول شيء وأيضا داخليا حتمن لش تفقد السيطرة وحيطلعوا الأشخاص اللي طمعين ياخدوا مكانك من المختصر المفيد هذه الحرب مضرة للجميع من المختصر أيضا هذه الحرب ما منها فايدة مش وقت أنا وشخصنت القضايا ما بين هدولة التلاتة التلاتة عم بشخصنوا القضية بشكل أو بآخر بشخصنوا عشان سان جيرمان ضد برستوبر الأوروبي هدك بشخصن عشان إنبابي وسان جيرمان وبرشلونة شخصنت قضيتهم كانت زمان زمان من يوم ما تم إزالة قطر إروز عن القميص أو أيضا من يوم الصراع اللي حصل على ذيراتي وما دون ذلك كانت قصة انتقام من بريسان جيرمان إذن المسألة فيها تعقيدات شخصية كثيرة ومحدش حيستفيد حيضرروا إعلاميا التوتر حاولهم حيزيد بعض اللاعبين مش حيبطلوا وقادرين ركزوا في الملعب الإدارات حتدفع فلوس أكثر في معارك هي غير معنية فيها فهذه حرب عالمية ثالثة كروية ما إلها معنى حيخسر فيها الجنية عجبني تعليق قرأته عندي بتويتر من أحد الأصدقاء بيقول وبالنهاية سيكون الإنجليز هم الأكثر سعادة بنتائج هذه الحرب شو ما كانت؟ نتائجها لأنه سواء انتصر ريال مدريدو برشلونة وقدر يفرض قوانين لعب مال نظيف مشددة على سان جيرمان الأنديل الإنجليزية داخلها عالي حتتصرف بأريحية أيضا لو سان جيرمان قدر يحرر نفسه بهذه المعركة ويفرض أفكاره سواء بقانون لعب مال نظيف أو بسوق الانتقالات بشكل عام الأنديل الإنجليزية كلها ملكية خاصة وحيصير فيها فلوس أكثر دائما هي تبدو المستفيدة من هذا الصراع أما الأنديل الأخرى فرح تدفع ثمن كبير كتير هذا ملخص الحرب الكروية الثالثة اللي بنعيشها الآن ما بين سان جيرمان والتحالف الغريب واللي أنا برجع أقولكم مؤقت ما بين ريال مدريدو برشلونة نوصل هنا لنهاية هذه الحلقة وبذكركم دائما تتركوا لايك على هذا الفيديو لأنه بساعدني أوصل لكم مرة ثانية بالفيديوهات وأوصل لعدد أكبر من الناس والسلام عليكم ورحمة الله